اشتركوا في القناة انه اذار من عمان في هذا المساء نلتقي معكم لنبحر في سيرة طيبة تأخذنا مع الوطن حيث الجندية تقترن بالطب وكلاهما الجندية والطب حب اساسه القلب اما انه حب للوطن او في الطب حب للانسان في هذا المساء في الاسبوع الاول من اذار وبعد ان توقفنا بالامس عند ذكرى ستة وستين لتعريب قيادة الجيش الاردني كان من اللائق ان يكون ضيفنا حاملا لشرف الجندية وضيفنا الذي عرفناه واحببناه واحبه الوطن والهاشميون هو صاحب سيرة وهذه السيرة هي جزء من مسيرة وطن استمرت مع الملك الباني المغفور له الحسين العظيم الى الملك المعزز وصولا الى نهوضنا الاردني الذي يتوج مئوية جميلة ضيفنا خبير القلب وعاشق الوطن ضيفنا تزين كتفه بسيفين وتاج تقلد رتبة فريق وكان دوما يقرن الحب مع الجندية في طبه في الاردن احباءنا في الاردن هناك مؤسسة عزيزة هي مؤسسة العرش وهناك مؤسسة تحب العرش والوطن هي الجيش العربي ضيفي الدكتور يوسف القسوس الفريق الطبيب يوسف باشر القسوس الذي قلت عنه انه مايكل دبغي الاردني ارحب معكم في هذا المساء بضيفنا القامة العسكرية والقامة الطبية والقامة الوطنية ارحب ارحب معكم بهذا الكركي الاتي الينا بنكهته الاردنية الوطنية مساء الخير سيدي مساء الخير سيدي شرفتنا يا باشا شرفتنا شرفتنا انت شرفتني يا سيدي بهذه التقدم العظيم الحقيقة العفو كما ذكرت الجندية شرف والحقيقة كان شرفا عظيم ان خدمت في القوات المسلحة الجيش العربي المصطفوي وقبل ان نبدأ برنامج هذا يسعدني ويشرفني ان ارفع الى جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني بن حسين وولي عهده الامير الامير حسين بن عبدالله الثاني اسمى ايات الولاء والمباركة والاخلاص بمناسبة عيد الاسراء والمعراج قبل يومين وبالامس عيد تعريب قيادة الجيش انت من نفس من نفس الجموعة ونفس المساحة مساحة الجميلة مساحة الشعار الجيش العربي قديش سيدي خدمت انت بالجيش العربي خدمت 32 سنة او 33 نقصات شهرين نعم من 17 1966 الى 15 1969 33 سنة الا شهرين الى يومين سبعة الى خمسة انت انت رفقت رفقت الهاشميين رفقت الهاشميين هذا شرف وشعار على جبيني رفقتهم رفقت المغفور له باذن الله الملك الحسين العظيم ورفقت جلالة الملك قائدنا العظيم ملك عبدالله الثاني من حسين القائد الاعلى لقواتنا المسلحة وعملت معه قبل ان يكون ملكا وهو امير وتشرفت انا عملت معه مديرنا للخدمات لمدة 8 شهور وهو جلالة الملك المعظم انت انت باشا انهيت شوت من اشواط حياتك المليئة بالانجاز الله يعطيك العمر والصحة انا فيك تسلم انا قلت لي قبل ان ندخل الى الستوديو قلت بانه جاء جلالة الملك الذي يقدر جنده ورجالاتي هذا الوطن جاء الى مكتبك بالخدمات الطبية واثنى على جهدك سيدي هذا شرف لن انساه طيلة حياتي واحنا من من ساكيش احنا من سلاسينا كذلك وقلاد فيه عنقي الحقيقة نعم فيوم الاثنين اربعة عشر في سمية ساعتين اتصر بي رئيس التشريفات الملكية وقال لي ان جلالة الملك سيزور المدينة فسألك هو انا هل تفتيش لان اخر يوم لي وانا في البزة العسكرية قال لي لا هو يسلم عليك ويودعك وبعدها بقليل اتصر بي قائد الحرس انا داك كان سين المجالي وقال لي تأخرت الزيارة لغدا يوم الاثنين يوم الثلاثة غدا احني كنت لابس البزة المدنية وبالامس كنت في البزة العسكرية وكان لي شرف العظيم انا استقبل جلالته الساعة الحادي عشر في مدرية الخدمات الطبية وكان في معيته دولة الدكتور عبدالرقوف الروابلي رئيس الوزراء انا داك نعم ودولة عبدالكريم الكبريت الأستاذ عبدالكريم الكبريت رئيس الدولة الملك وجلس في مكتبي وشكرني على ما قدمت به من رعاية طبية وخدمة طبية لقوات المسلحة وللعائلة الملكة وهذا كان تكريما في عنقي قلادة لن انساه طول حياته حقيقة الله يعطيك العافية والجلالة الملكة يعني أسبغ عليها الكثير الحقيقة نعم بعدما أوحلتها للتقاعد عينني عين في مجلس العيان لمرتين مرة ألف سمية 2011 والمرة الثانية 2016 نعم كنت في المرة الأخيرة رئيس لجنة الصحة في مجلس العيان انت الآن باشا رئيس مجلس أمناء ترى أنا الآن رئيس مجلس أمناء جامعة موتية يعني انت بشترك العسكرية يعني مؤتمة هي يعني جامعة جامعة التاريخ والمعارك قبل انه جلالة الملكة الحقيقة نعم قال يعني منحني وسامي المئوية نعم في تسعة ستة 2021 نعم وكان تقديرا لإسهاماته الكبيرة في القطاع الطبي الأردني خصوصا علاج أمراض القلب والشرين في الخدمات الطبية الملكية فكان شرف أعتز به وقلادة كبيرة طيلة حياته هذا وسامي المئوية حقيقة هذا منحني فجلالة الملكة عبدالله فجلالة الملكة أسبغ علي الكثير الكثير الحقيقة من 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 كرمه الكثير هذا كرم وتكريم مستحق مين من باشا أنا بدي أحكي مع طبيب القلب ومرجز انت اخترت القلب انت ليش اخترت القلب يعني وانت تدوس طب ليش اخترت والله يسي لي سؤال وجيه الحقيقة لما كنت في مصر دخلنا السنين المستشفى تعارف السنين السريرية نعم عشقت القلب كنت أذهب بدري من أول واحد في المجموعة لما تكون حالة قلب وأحضرها للأستاذ وحتى أقدمها فمنذ ذلك الوقت دخل القلب قلبي قال كيف ففي سنة الامتياز كنا نعمل طب خاص طب خاص اخترته ثلاثة شهور قلب في ذلك الوقت ذلك كيف فسرت في مسيرتي القلبية حتى في امريكا في بريطانيا تحقت بقصة خلينا اقول لك قصة في بريطانيا أول ما امتعثت من الخدمات الطبية الملكية إلى لندن للحصول على شهادة الزمالة البريطانية شهادة من نعم شهادة شهادة فيها بعد الكثير فبداية الأول ما وصلت في أيلول لما ذهبت إلى لندن في أيلول 1868 حجزت في كورس ل معهد أمراض القلب البريطاني الوطني هذا معهد يعني عريق وفيه تعلم كثير نعم فأرسلت وافقوني أنه دفعت الرسوم أنه في شهر سبتمبر بعد عام سألت حق فيه وفي أثناء كنت في مستشفى أعمل مستشفى وسط منستر تعليمي هذا هو بجنب البرلمان البريطاني وتعرفت في ذلك الوقت على كان رئيسي الأستاذ دكتور بيريس طبيب الملكة نعم ففوجيت قبل أربع خمس شهور في كتاب اعتذار أنه ما إلي مكان في بعد ما حجزت أه بعد ما اضطرت سوابي دخلت عليه فرجيت وقلت لأنا هيك قال لي لا تقلع سألع لهم والله كتب مما فيه لصيب وكتب وجاءني الجواب تاني يوم أنه مكانك محظو قلت حتى في بريطانيا في وصدر وبعد حقيقة بعدين كملت في تخصص القلب في معحد أمراض القلب في هستن هذا كمان معحد راقي جدا وتعلمت الكثير الكثير ولما عدت من أمريكا ب شهر آب 1773 وفتتحت المدينة الطبية العظيمة نعم أبوابها في 14 8 1973 دخلت أول مريض قلب يشكو من قصور بالصمم الإباري دكتور أنت في رحلة القلب رحلتك مع القلب أنا بس أطلع على سيرتك وصيرتك مفخرة للأردن وللعلم وللجندية أنت مصر على أن تكون أول الأول 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 شو قصتك مع الأول باشا والله يسيري في المدرس المطرن أنا من الصف 5 تدائي تعرف ما كان أبوي يشتغل في شركة IPC كان فيه مدرسي بس الخامس ابتدائي بعد الخامس ابتدائي فش فأخذني أبوي ومدرسة المطرن داخلي يا حبيبة هون العسكري المضموط صحيح نعم صحيح أصحى الساعة ستة ونام الساعة تسعة ودرس الساعة خمسة يعني تعلمنا فيها الكثير الكثير انضباط انضباط شديد نعم في مدرسة المطران كنت دائما للحقيقة أنافس على الأولية بيني وبين طالب عندي كان اسمه سهل عبد النور أنا مرة الأول ومرة ما أخذ الأول أصير يبكي يقول له لا خليك أنت الأول أنا بسير الثاني بجد يعني فكانت الحقيقة مدرسة المطران المدرسة كانت تعلمت فيها الكثير وتعلمت وثقفت وكانت يعني كم كان يكلف أبوي 33 دينار كل فصل 99 دينار في السنة اللي جاء بنتيجة نعم ماشاء الله سيدي أنت أنت في سنة ما دعنا نحكي عن واحد آذار تعريب قيادة الجيش هناك في علاقة ما بين مدرسة المطران والتعريب 100% بواحد ثلاثة 56 تم تعريب الجيش أنت كنت أنا كنت في الرابع الثانوي في السادس عشر من عمرك آه بالسادس عشر الرابع الثانوي اتخرجت أنا 57 شوف تذكر قبل ما ندخل للتعريب شوف تذكر من في أجواء التعريب قيادة الحقيقة احتفالات وطلعنا احنا طلاب المدرسة مبتهجين فارحين في هذا الحدث الحقيقة كان يوم جميل جدا نعم معظم بعثات الجيش العربي الحقيقة اختر سنة سنة حميدة قواتنا المسلحة نعم طبعا بترتيب وتوجيه من قيادتنا الهاشمية العظيمة نعم انه ارسال طلاب الى بريطانيا لدراسة الطب واتخصص فيما بعد فكان معظم طلابنا لانه في المطران كنا كلش في الانجليزي ما عادة اللغة العربية كلش في الانجليزي نعم 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 فكانت معظم بعثات القوات المسلحة من مدرس المطران الى بريطانيا فلما عر بالجيش انترعي كيف فهذيك الوقت صرت انا شفت امكانياتي في الذهاب قليلي بس لسه كان مديرنا انجليزي نعم مديرنا انجليزي وامورنا ما تشي كويس وانا بحضر حالي السنة السبعة وخمسين لانه كان نمري كويسي انه ابتعث من قيادة من الجيش لإكمال دراسة في بريطانيا بشهر عشرة 29 عشرة كانت عينك على الابتعاث ابتعاث عيني لانه بعرف والدي بعد هالمصروف صعب كان يوديني الى بيروت اللي هي كانت غالي جدا نعم فاللا الى الدولة عربية سعب احكي لك شو المشكلة الدولة العربية ف 29 عشر قام حرب تشرين على مصر الهدوان الثلاثي نعم نعم فالمديرنا الانجليزي هج وصلنا في الليل على السفارة وما ظل صار مدير عربي قطعنا العلاقات بطل الجيش يبعث من ان فيش بعثات لهذا السبب بعثك الوالد بعدين لما جيت انا هيك والد قال لي ما فيش غير مصر غير مصر لانه كان ولادي عمي هناك نعم شو مشكلت مصر اه مش هيك بعدين احنا كنت مقدم المترك لندن جاهز لندن مقدم صارتنا نقدم مترك الاردنية كم مادة قدمت امتيحان المترك قدمت مترك لندن اه كما كم ست موضيع قدمت اربعة بدري هذول غير البادية نعم فالمهم يجينا نفيش الا مصر سوريا والحراق مقدر روح في مترك الاردن نعم فانا كل شي انجليزي قمت عاد ادرس جبت المكرسات وكلية الحسين وادرس كل شي في العربية حتى ادرس وانجح في المترك نجحت في المترك ف ما بيقبلوني في مصر إلا في التوجيه ف اخذت توجيه مصري ورحنا على مصر قدمت وراقي ل طلب الشرئيين عرائهم المدرسة السعيدية هسا بقول لك قصة مجمع مجمع التحرير نعم قدمت وراقي يا حبيبك روح ورجع روح ورجع قدمت بالاخير قالوا لي انقبلت بالمدرسة السعيدية تريته هذه المدرسة السعيدية يعني مثل كيمبرج عندهم نعم دخلت ايه يوسف واصلتك مين تقبلت ازاي في السعودية انت مين تعرف والله ما بعرف ناس انا قدمت وراقي والله طرح على السعودية تريته مدرسة عريقة جدا 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 كمان التوجيه في السعيدية و كنت من احنا انقبلنا هذاك العام 12 طلاب شرئيين العرب غير مصريين نعم فيه ثلاث كليات طب اسكندرية عين شمس والقاهرة نعم فانقبلت انا في عين شمس كنت الاول من 12 اللي انقبلوا في كليات الطب وكملنا المسيط الاول الاول من 12 كمان او هون الاول من 12 نعم اربعة اربعة لكل كلية كنا مقبولين نعم اكملت الطب وجيت الى عمان جيت الى عمان اه لما سنة الامتياز اخلص سنة الامتياز كنا في مصر نعم فجاء والدي الله يرحمه زارني في مصر وكان اساد يحبوني صحب انا بعمل الامتياز فواحد منهم عزمني وعزم ابوي على العشاء عندهم في البيت دكتور ودي عبد السيد فوحنا قاعدين فاجأ ابوي قال له عم يوسف عمي ابو يوسف انا عايزين يوسف قال له عايزين بيعرفش مصر عايزين فيش قال له عايزين يبقى معانا السنة القاية ويعمل ديبلوم امراض بطنية وقلب زيادة بعد بعد التياج بعد البكوز قال لي ضل يبدي يدبر حاله انا فتك في الكلام بالتلاتة وستين وانا في السنة الرابعة طب شيف ابوي قاعد بقول يوم يوسف هاتي الحطة والعقال لما في الحطة والعقال معناته فيه اكش فيه اشي فيه فيه اشي بدي قوم فيه ركيب انا مش عارف حطوا وقالوا ثلاث ثم على المفرق فايله دار في الزمن الدار انت عارف دار الليبن كان في الشهر انا باكرو باحها بثلاثمئة دينار وانا مش عارف مشان يعطيني القصر واسفر شوف قديش هذي كانت المهم قال لي يا با خليك شوف انت صارف عليك ونصرف عليك السنة عملت ديبلوما مع الدكتور ودي عبد السيد وكنت برضو جيد جدا انا موجود موجود دكتور موجود جيد جدا ورجعت الى عمان بـ 12 16 يوم جمعة كان في ذلك الوقت وزير صحة الدكتور صالح البرقان صديق الوالد امتى يوسف الدي يجي لانه وظيفته جاهزة مع ديبلوم شي هذيك الامات خير شكل يعني نعم طبعا اه فقابلت يوم السبت هذا يوم السبت قال لي بكرة وظيفتك جاهزة تحب هاي في عندي مكان شغل في الزرقة ولا في القدس قلت والله في القدس شرف عظيم اني اخدم في القدس يعني ياريت في القدس قال لي طيب بكرة الصبع بتيجي على المكتب وبأسطر الكتاب تعينك انا مستعجل بنا نطلع على المطار نستقل لسمو الامير حسن راجع من لندن حاج متعين ولي عهد وبدنا نروح نستقل له بيطلع بقابل دولة الدكتور عبد السلام ما كان اش دولة طبعا دكتور عبد السلام مديل خدمات مديل خدمات طبية كان الله يعطيه العمر صح الله يطول عمره امين افضاله كثير علي نعم فهو قاعد قل له يجاني طبيب يضوي يضوي هسا شو قل له معاه ديبلوم دي تعين هذيك الايام كان في اولويه للجيش يخدم سنتين مكلف نعم خدمة علم قال له لا لا هذا عندي شو معانو انا معاي تخصص بقدر انفرد قال له لا لا بكرا بتبعثوا علي هذا رحت ثاني معاي الدكتور غالر رحنا عالدكتور صالح في وزارة الصحة كان بجنب المركزي هسا نعم قال لي روح عالدكتور عبد السلام بدو اياك حاضر رحنا عالدكتور عبد السلام دخلت علي انا والمرة بشوفه اللواء وهالقدي قال وشي مو اله 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 اه او زامر اله اعطيت كل وراقي جايبوا معاي شهادات والابتياز والاقامة درى كل وراقي حمدي ودير مكتب يجر اكتب تعيين الدكتور يوسف رئيس سنة ثانية رئيس يعني ثلاثين جون نقيم كان رئيس اسمه رئيس اه انا انا اعرف لا رئيس حاضر اخذ هذا المكتوب رئيس ستين سنة ثانية نعم اخدمية سنة سنة ثانية روحت على اللي كان مدير شون دبار سمو سكتير العسكري روحت عليهم اعطيت الكتاب اعطوني كتاب اروه على خو لا اروه على الاستخبارات اول شي استخبارات العسكرية نعم روحت على مكتب الاستخبارات قابلت الضابط اللي هناك طلع قل لي دكتور عيسى بقرب لك دكتور عيسى كشوس نعم دكتور فريد كشوس بقرب لك هو كراكي من المعاية قلت لسمع خانا اقول لك بسمي لك اسمع انت كراكي وعارف انه بقرب لي بقرب لي يعني واثنين في السجن في ذلك الوقت اثنين شيعيين في السجن قلت لي يعني شو غراعي اقول انت عارف انه بقرب بدك تمشي ما بدك خلنا اروح نشوف شكري انا ما يعني ما يعني قال لا لا رو على جيب شهادة من واحد بعرفك من الحائش انه ما عليك شي المهم جيبنا شهادة وكملنا خلال يومين كنت اتحقت بال دورة التدريب دورة التدريبية عسكرية استدت تأسابيع وجبت فيها الاول برضه نعم هسا بدك اوقف انا وياك هون اذا سمعت لي يعني بعد هالرحلة الجيمة انت كنت اول من يحصل على شهادة الدبلوم بعد الامتياج بعد البيكالوريك ويجيت هون ودخلت جيت على مستشفى ماركة مشيك دعم دعني مستشفى ماركة متى متى اول مرة انت تعرفت على جلال ملك حسين رحمه الله اه والله يسؤال انا دومت ب 12-13-1-67 قبل الحرب خمسة اشهر خمس شهور بمصارة الحرب متى لا كيف صدر الامر صدر الحرب يوم الاثنين نعم يوم الثلاثة بالليل او الاربعة صدر النا الحرب احنا ظلينا في المستشفى بس حوالى عشر اطبان استقبال الحالات في ماركة اه في ماركة والكل التحق في الميدان نعم في الكتائب الطبية نعم لانه معاي ديبلوم باطنية ظلينا دكتور اشرف الله يرحمه دكتور اميل فريح نعم وانا ودكتور عبدالله حير يعني ظلينا اربعة باطنية وخمسة جراحة جازين هدول استضر الامر وحنا حضر 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 وليبس وكل شي مشان نتحرك للميدان يجعنا يوم الاربعة الخبر انه شوي الامور بلا شو في يوم الاحد كان بحسران بعشرة 11 شهر صدرنا امر نستقبل الجرحة من لبست المريول الابيض وحطينا الشعار للطب وشو نزلنا على جسر الشيخ حسين نعم الشيخ حسين او الملك حسين لا الشيخ حسين شماله شماله نستقبل ما ايجاش ناس رجعنا جانا الخبر ثاني يوم يوم الثلاثة 13 شهر نستقبل في قاعد الجوية في مفرق طيارة رحت هناك طلعا وانفجأنا الملك حسين طلعا معنا على الطيارة في صور هنا نعم ونخلي الجرحة معنا وبث فينا المعنويات والشو هذه اول مرة بلتقي فيه وجه يعني وطبعا كانت زيارة عظيمة جدا نعم 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 تعالي كيف المرة ثانية الحقيقة كان الملك حسين الله يرحمه كان موجود بالطيارة موجود بالطيارة هاي فيه صورة طب ايش يعني شو كان موقف شو كان موقفه تكذا جيك صورته بس يعني كان يرفع بمعنوياتنا صلب صلب 100% جلالز ملك حسين كان صلب صلب كالعادية وكان هو يشجع كو وشجع الجند 100% هاي الصفات القائد قائد قائد عظيم نعم بال73 هذه المرة اللي المرة الأولى هاي المرة المرة الثانية اللي سافرت أنا وتخص ورجعت بال73 بحرب أكتوبر دعيت للقصر حرب أكتوبر مصر أكتوبر أكتوبر 73 أكتوبر 73 مصر 6 أكتوبر بين مصر وإسرائيل نعم بنهاية أكتوبر يمكن أو شي دعيت لأشوف جلالة الملك في القصر خلت معي تخطيط وجهاز وشي كان يصيب رجفان أذيني بعد بعد الأزمات هون بدأت قصة علاقتك مع قلب الحسين مع قلب الحسين بس المرة هذي ما كان رجفان كان بسموه خوارج بوطينية انقباضية أكترا سيستر ضربات زيادة أه أعلى عشتو شفتو كل شي في القصر وجيت بدروه قال لي خليك يوسف تغدى معنا أنا لسه على وجه مقدم يعني طرفات مقدم أو لسه رأيت أنا قاعد مين قاعد على الطاولة جلت الملك والملكة عالية وأنا أنا قاعد معهم أنا تغدى اللقمة تنزل بالحلق شو هالقاعدة أنا بقدر أنا قاعدة هيك قاعدة عزمني شوف قداش كان عظيم قاعدت معهم وبعدين بدت مسيرتي يعني الحقيقة كان في هيك ود ولقاء بينه وبينه بالأربعة وسبعين جزرنا في المدينة من هذا ما علق يوسف كلوب باشا بده يجي زورنا كلوب باشا نعم بده يجي زورنا ومركب بيسميكر بيسميكر منظم لو صار إشي في بيسميكر تقدر تتعامل معه قلت 100% بدر تتعامل مع جاهزين سيدي شوف كيف كان بيطل على الأمور بالسبعة والسبعين كنت أنا في دورة مكثفة الأمراض القلب في مركز مراض القلب في هيوستن حوال ثلاثة شهر نعم بشهر خمسة وآخر أربعة إجا على أمريكا يبارك لكارتر نعم حكولي من الديوان إنه سيدنا بدو ينزل لهيوستن محل ما كنت أنا يعمل فحوصات اطمأنعها نعم فجاء استقبلته ودخلنا يومين عمل فحوصات شاملة كاملة في صورة ما استقبله على الباب كنت أنا هناك واستقبله قبل ما يطلع يجا عليه الدكتور دانتين كولي برضو كمان جراح قلب شهير نعم قال له جلالتي الملك بتحب تشوف عمليات قلب هذه الأيامات عمليات القلب لسه جديدة انت كنت عامل عملية قلب بالأردن وقتها ولا لسه كنا عاملين كنا عاملين كنت عامل كنا عاملين يعني أنا عاملين بالأردن احنا من الثلاثة السبعين كنا عاملين نعم احكي لك بعدين المهم نزل نزلت مع سيدنا في اوبزورفيشن دوم في السقف فوق كاد سيدنا الله يرحمه وانا كادت في جنبي ابن بيل أربع ساعات هو بتفرج على عملية بالله ولم ولم اشي يعني كان كان بحب الطب يعني كان كان باشق 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 الطب هل صحيح قال إليك إنه لو لم يكن ملكا لكان طبي قال لي قال لي 100% قال لي لو ما كنت ملك بحبك طبي لو ما كنت ملكا قال لي هاي الكيمياء اللي بينك وبينه أنا بدي أسأل عن كتاب رائع والله يعطيك العافي يعطيك العمر بس أنا بدي بدي أخذ منك كيك ونسمعها منك شو العلاقة اللي بتربط خبير قلب طبيب قلب وعم بيحكي عن قلب ملك يعني في يعني كيف هتعاملت مع مع قلب الحسين والله يا حقيقة يعني في أول ما تعرفت على الملك حسين تعرف شو قال لي تعلمت منه إشي عظيم قال لي عاملني كمريض عادي يوسف كنت له حاضر سيدي وانت نايم وانا بفحصك مريض عادي بس تنجل بدي لك تهيجلات الملك قال لي اتفقنا فالحقيقة مريح مطيع ويحترم أوامر الطبيب والتوجيهات الطبيب ويحترم أوامر الطبيب ويحترم أوامر الطبيب وصبور بتحمل يعني مش ألم بتحمل وما مش يعني صبور بتحمل وبطيع الأوامر الحقيقة يعني بيلتزم بكل شي ما ما أبدا بتقوله يا بيسوي كنت أصرف له الدواء وتابع دواء وأبدا ويسألني وناقشني ويأخذ دواء أبدا كأي مريض ثاني الحقيقة مريح التعامل معه حتى لما قل يعملني كطبيب عادي يعني ما أبدا يعني ملتزم بكل شي الحقيقة طب أنت كنت بعدين فيما بعد صرت مستشار لجلالة الملك مستشار الطبي أنا طب يعني ما أصدر فيها راديا ملكية نعم لكن كنت دائما أنا كمدير خدمات نعم يعني مع جلالة سيدنا طبيا باستمرار علاقتك مع قلب الحسين بعدين صار عنده لما راح على ما يكلنك مشيك من قلب الحسين أنا ترفعت لواء بجوز نعم ما قلت لك يمكن أنا نعم عشرة ستة باستمرار باستمرار نعم قبلها بيوم صدرت ترفيعت عنا في الجيش هنا فكنت أنا طابت لقيته قاعد على الحقيقة نايم و نعمله تخطيط تعبان شوف هو قديش لما وأنا بعج فيه طلع قال يوسف ما ترفعت قلت له لا ولا يا سيدي قال لي ليش تسيدي عندي القيادة بس تسمح لي أحكي شي قال لي تفضل قلت له أنا خلاص تسع سين ونص ما أحكى ولا كذلك أخذنا على طول على المقصور الملكية في مركز القلب ثاني يوم الثلاثة كان علي شكري مدير مكتب سعيدنا قال لي سيدنا طلب وقعا بكتب بترفيعك قلت طيب شو كتب وراح دراجة الناري الكتاب للقيادة والدنيا التخمة فتح معي مدير صنوات باغ قال لي هاي فتحنا القيادة ونكتب بترفيعك فيش شوية رئيس رئيس هيئة الأركان مشهير فتحي الله يرحم وبحكي معي عيش قال لي يوسف انت وين قلت يا سيدي في المركز قال لي انا جاي اشوفك يا سيدي شرف عظيم ونزلت قديدنا التحية قال لي ابو راح بقول لك باشا قلت يا سيدي انا بفضلك وقبل يوم ما رفعني رتبة ودخلنا على غرفة ثانية غيرت قال لي أغير وقال ليس إلي أرجوك لبسني رتبة يعني هذه كمان يعني مكرمة أي سنة هذا الكلام الواحد ستين واحد واحد تسين واحد تسين واحد تسين هداعش ستة الواحد تسين هو ما ترى على ما يوكلينك المرة الأولى لما عمل المرة الأولى بـ 92 92 كمان المرة الأولى لها قصة سألوه لك نعم حكى معاي يوم الجمعة دكتور سمير قال لي سيدنا بتبول دم قلت على طول بدك نجي نشوفه شفنا ثاني يوم السبت قال لي لسه قلنا من أن دخله دخلنا السبت بـ 15-8 92 92 دخلنا الحقيقة قمنا بكل إجراءات اللازمة ووصلنا أنه التشخيص في كتلة في نهاية الحالب الأيسر تثير الشبهة والشكوك ولما أخذنا منها خلايا كان فيها خلايا سرطانية اكتشفتوه بعمان هذا بعمان التشخيص بعمان 100% نعم فعطول اجتمعنا ويجات الملك النور والمدير المكري يعني كله قررنا أنه واخذنا هوامر وأنه يسافر على مايو كلينيك لما اكتشفته مين خبر الملك أنه معك مرض أسر ما أقول لك أنا هذا يوم السبت بالليل نعم يوم الأحد الصبح طبعا قلنا ربديسة دخلت على سيدنا قديت له تحية قل لي هاي يوسف شو كيف الكوليسترول عندي أعطيته جواب الكوليسترول ونقول شي كويس ثاني يوم لاثنين سافر هو قد طيارته سافر على مايو عملوله العملية بـ 28 العملية ورجع بالسلامة بـ 25 تسعة بتذكره والأفراح صحيح وعادة البطل والدنيا كلها قامت حبيبا فبعدين شفته بعدها بشوية بقوله سيدي أنا يوم أخش عليك بتسأني عن الكوليسترول قال لي يوسف باتبول دم كنت ودهينه عميكلين غير السرطان شوفي شو بدأس لك واضحة يعني شو السؤالة هو كان عارف قالي عارف باتبول دم وبتكون تودوني عميكلينك شو غير السرطان يعني شو بدأس لك أنا عارف أنت ما خبرته ما خبرته لا ما هي الجواب من عنده قل شو مسألك عندما دخلت هو سألك بتسأني عن الكوليسترول هو كان متوقع عارف الحالة عارف عارف وانا وانا من دون يتمتع بذكاء عظيم يعني يعني هاي مرحلة هذه المرة الأولى مرة الأولى وكان كنتوا تتابعوا آآ تابعوا كل شي كان ماشي كويس المرة الثانية الحقيقة في ثقة كان يثق بالطب بالأردن كان يحبنا ويثق فينا وكل شيء الحقيقة ولا كان أبدا يعني هل كان ما كنتش تحس أنه هو بشوف هاي الغرس اللي هو غرسها هو هو اللي بناها خدمات يعني في الخدمات كانت في شيء في عز إنه كان دائما دعمنا الحقيقة الخدمات الطبية المدينة الطبية الله يعطيهم العافي الآن يعني بس كانت يعني في في عصر ذهبي عصر ذهبي وإن شاء الله ستبقى بوجود سيدنا الملكة عبدالله غاية بحقيقة ما ما يعني كل شيء بدهم إياه بخدمتهم وإنت مدير خدمات يعني بدي أسأل كم سنة كنت مدير الخدمات قعد ثمان سنين أراك ثمان سنوات ثمان سنوات يعني يعني والله يا سيدي ثمان سنوات الحقيقة مش تباهي وتفاخر يعني الحقيقة بجهود المعاي الصريق الكامل عملنا الكثير الخدمات الحقيقة نعم يعني جبنا قرض من البنك الإسلامي في جدة باسمي آه والله هي موجودة هنا البنك الإسلامي باسم الجنرال الجنرال إنه قرض ميسر ووسعنا ووسعنا ملكة القلب ووسعنا وقلب سبعين سريع زيادة وبعدين نقل المجلس النقد الدولي يعطونا كمان بننا عمار للمختبرات الحقيقة عملنا إشي كثير في سنين كان في دعم من القيادة ومجلالة الملك والملك عبد الله فيما بعد عملنا عملنا الكثير للخدمات الحقيقة آه الآن أنت بعد ما جنرالة الملك في رحلته الأولى ورجع الرحلة الثانية أنت كنت مدير الخدمات نعم كنت مدير الخدمات الرحلة الثانية شهر سبعة آه يوم الأحد ماش سبعة هاكا معاي علي شكري قل لي آه لا ولا إجا سيدنا قال بدي يجي عمل تشيك أب نعم فهيجا قال لي بارك كان في مصر كان السبت في مصر نعم قال لي يوسف تعبت وأنا بعمل مؤتمر صاحفي مع الرئيس محمد حسن مبارك ملك حسين ملك حسين ملك حسين ملك حسين فأطول صورنا وعملنا الفوصات نعم شفتنا الأمور إنه مش ولا بود ناله تشيري قال لي كيف يوم الثلاثة كنت معها في طيارته وسافرنا إلى ما يكون 14 سبعة ثمانية وتسعين نعم والثاني يوم عمل أخذ عينات وكل شيء يعني خلال يومين كان التشخيص واضح إنه فيه لنفومة منذ لنفومة كان واضح واضح التشخيص و يجينا نكتب أنا فاتني الكلام بالمرة الأولى نعم لما كان قديش صريح مع شعبه نعم مرة الأولى لديني سمو الأمير حسن كان نائب ملك مشان نكتب تقرير للشعب شو حات الملك نعم فأنا اقترحت قال لي بناش نكتب سرطان قلنا طيب بنكتب خلايا نشطة في الحالب الأيسر بعثنا له أنا قال لا 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 مش خلايا أقتب خلايا سرطانية هذا الملك كتبنا المرة الثانية هذه شجاعة وأمانة أمانة أقتب خلايا سرطانية مش خلايا نشطة المرة هذه برضو كتب بيده بعثنا العمان ما خلنا نسف في ميقلينك إنه لنفومة كتب وبحاجة العلاج كيماوي وعلاج كل شيء وكان مطيع الحقيقة زي ما قلت لك في ميقلينك ولا أي يعني البدومية فبعد ما تشخيص وأخذ أول جرعة من العلاج دخلت عليه قلت له سيدنا أخذنا أول جرعة والحمد لله تشخيص عرفناه إن شاء الله بتعود لنا قريب وأنا في خدمة جلال سيدنا شوفت أمرني أسوي كانت طيارته رجعت وبدأ أرجع فيها نعم فقل لي تعبت وقل لي قال لي يوسف أنا خدت حقي منك أنت من الشباب اللي بعتز فيهم والله ما بنساه نعم ارجع في مرضى باستنوك في عمان الله يعطيك الله يعطيك العافية وشكرا خل الدمعة تنزل من يعني والله العظيم كيف قاعدت معه هناك بالمرة الأولى قاعدت من 14-7 ل 2-8 ل 1-8 طرات سنة 2-8 الآن هذه الذكريات لما أنت تستعرضها شو العبر اللي بتقدمها لأبنائك أنت أبو طارق الإبن طبيب والإبنة طبيبة ورثت أنت الطب في الأسرة ماذا تقول لأطباء اليوم ماذا تقول لأبنائك لأحفادك لأطباء في هذا الزمن شوف سيدي أنا أبدأ أقوله دراسة الطب شيء وممراسة الطب شيء كيف يعني بدرس طبيب نعم بس كيف أمارس الطب كيف أعالج نعم هذا هم شيء أنا يوسف لقصوص لازم أقدم نفسي للمريض يقبلني أعالجه مش العكس أبدا مش أنا أكون كبير عليه ومتكبر عليه لازم أقدم نفسي يقبلني أعالجه حتى يقبل علاجي ويتعاون معي أنت بتحكي هذا الكلام من منطلق إيمانك بالطب إيمانك بالسماء للا لكل ولكل حصنة الطباء الصغار يعني نعم كنت أقولهم في الخدمات كان عندنا حوالة 850 طبيب 900 طبيب واحد صاحي ساعة 3 وجه الصبح صدره بوجعه ولبطنه بوجعه روح ما فيك هو جاي يتسلى وحلمان فيك نعم ما احتضنته وما قدمته ما بيقبلك أبدا باشا كتابك الجميل وأنا قرأته وأنت وصلتني نسخة بتوقيعك الطيب بين الجندية والطب يعني كيف وازنت بين صلابة الجندي ورحمة ومحبة الطبيب كيف يعني غيرتك العسكرية والله يا سيدي خلينا أقول لك يعني الجنرال لما بدخل على عيادته بنسى الرتبه بصير قبيب كان يوم السبك داما عندي عيادة نعم أقسم لك يوم السبك كان عندي عيادة إذا تأخرت أقول للمريض أنا متأسف تأخرت عليك تعرف إذا بيكون مثلا هارف كيف الجيش الرتب إذا بيكون جني لا يا سيدي لا أعوض بالله يعني لما أقول له أنا متأسف أني تأخرت عليك يعني بيشوف قد الدنيا لذلك زي ما قلت لك ممارسة الطب شيء ودراسة الطب شيء أخر لذلك لازم تكون حنون وصبور وتعامل المرضى بكل حسنة تمتلكه وتدير بالك على المريض حتى يقبلك أنك تعاجه ويقبل علاجك ومش بس خذ حبوبه مع السلامة باشا الآن إحنا يعني المخرج بيأشر لي يعني أنه أنه فيك عنه أنه الوقت الحديث معك شيء تسلم عيوني بس أنا مصر يعني مصر أنه أمدد شوية مدد إذا بسمح لي أنت خبير القلوب الآن في عنا كورونا يعني كيف ينظر الباشا خبير القلب ما هي النصيحة بعجالة اللي بتقدمها لأطباءنا الآن للناس شو الرسالة اللي بتقولها حضرتك عبر عين على المشرق إلى الحقيقة الكورونا عالجتها لازم فيه يكون عقل مركزي واحد يدير كل اللي بتعاملوا في الصحة في مركز واحد يعني مش كل واحد على رأسه مركزية الحكومة بقيلة جلالة الملك عبدالله الحقيقة أخذوا زمان من المبادرة وعالجوا الموضوع بكل مركز إدارة الزمان إدارة المركز نعم واللجنة الأوبئة الحقيقة نعم قاموا بدور فعال جدا نعم بس للمستقبل يعني أنا بقول ناقصنا داتا بيز يعني نظام وطني معلوماتي نعم يعني في إيطاليا مثلا على طول جابوا الأطباء المتقاعدين والمرضات المتقاعدين وكل الناس حتى يشاركوا في الخدمة هاي تنقصنا مصانعنا الأدوية أجادت مصانعنا الثاني أوفرهولز والكمامات نعم والمعاقمات الحقيقة كان إنجاز إنجاز الحقيقة نعم 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 إحنا خطوط إنتاجنا لازم نغيرها في الجامعات والمعاهد إحنا غولنا الطب العلاجي على الطب الوقائي الحقيقة تقدمنا في الطب العلاجي تقدمنا كثير نعم وإحنا كنا خامس دورة في العالم السياحيين والأولى عربية بجوز الآن أقل صرنا شوية لكن لازم نعلم طبائنا ونركز على الرعاية الصحية الأولية حتى نعلم الناس كيف يتوقوا فرعاية الصحية الأولية مهمة جدا جدا والإدارة والحاكمية واحدة تكون ظروف مثل هذه مسيطرة القطاع الصحي العام لازم يوقد دوره فيش مدني وفيش جامعة وفيش كله واحد جسم واحد دائر باله على كل العملية دكتور يعني نحن في هذا المكان المبارك المقدس نحن على أبواب موسم الصوم الأربعيني المقدس بعجالة شو بتنصح شو بتنصح الناس بالصيام كطبيب للقلب والكوليسترول والدهنيات وكذا أنا شخصين والله ما بصوم كويس بس الأكل الغذائي الحقيقة ما فيش لحمة مش يكون نعم نعم يعني بس كل يعني داية كويسة طبعا الكوليسترول الخضروات والفواكه والمنتوجات الزراعية كلها مهمة جدا الكوليسترول والشحومات نتعلم كيف إحنا إحنا اللي دبحنا في الأردن تدخين والسملة حقيقة السمنة منتشرة يعني إحنا كلما تقدمنا في العمر كلما زاد وزننا وزاد ضغطنا واتعرضنا للسكري شخص السكري وضغط خلصنا من الكوليرا والطعون والجدري والإسهالات والعنى السكري والضغط يعني الضغط جزء من مسيرتنا العمرية سنة الالفين إذا أعطيك رقم كان سمئة واثنين وسبين مليون بني آدم عندهم ضغط في العالم في الكون نعم بدي قبل أن أنهي بدي أشكرك عفو ونبارك في مسيرتك الطيبة اللي هي كانت رحلة عمر ومسيرة وطن أنت الجنرال الفريق جمعت بين الجندية والطب ابن البلد هذه النكهة الأردنية الكراكية نكهة الوفاء والحب سيداتي وسادتي في الكتاب المقدس نتعلم كنت مريضا فعدتموني عندما نتحدث عن المرض نتحدث عن الزيارة أن نزور المرضانة في هذه الليلة في هذا المساء نحن استضفنا من أحب المرضى فلم يزورهم فقط ولكنه داواهم وعالجهم ومن بين من عالجهم الحسين العظيم ومن بين الذين أحبهم عبد الله الثاني ملك البلاد في هذه الوقفة مع ضيفنا الكريم الجليل الذي أنجز مع هذه الوقفة نجدد الشكر ونقول له شكراً على تلبية دعوتنا نتطلع إلى لقائكم في حلقة قادمة شكراً لمتابعتكم مع كل أمنيات الخير والهناء والبركات حتى ذلك الحين تصبحون على خير شكراً سيدي